اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لازلنا في فضائل وخواص سورة الفاتحة ذكرنا في الحديث الأخير الذي روي عن العياشي أن مضمون الرواية أن سورة الفاتحة تدفع الموت يمكن بسورة الفاتحة أن يدفع الإنسان المؤمن الموت على ما ذكرنا وهناك خواص غيبية وعلاجية أخرى نأتي على ذكرها تباعاً إن شاء الله وهنا أمر مهم ينبغي الإشارة إليه وهو أن القرآن كتاب سماوي الجنبة الغيبية في القرآن الكريم حاضرة في خصائصه وفضائله وفي روايات أهل البيت عليهم السلام التي بيّنها المعصومون سلام الله عليهم أجمعين بما لا مزيد عليه فتأثير القرآن تأثير كلمات القرآن ألفاظ القرآن مفردات القرآن كما أنها مؤثرة على العقل مؤثرة على النفس على الروح على الجسد على خلايا الإنسان على الوجود كله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله الجبل خاشع متصدع لكن المشكلة في الإنسان الكائنات كلها تشعر بثقل الآيات الشريفة وبهذه الجنبة الغيبية المؤثرة خصوصاً الفاتحة الفاتحة قلنا ونعيد أن الفاتحة عبارة عن عصارة مجموع مضامين القرآن الكريم فينبغي أن تكون الجنبة الغيبية أقول هذا حتى لا نستغرب من بعض الخصائص والفضاء التي ذكرها أهل البيت عليهم السلام وينبغي بيان الوجه في ذلك وهذا هو الوجه فإحنا حتى تأثر هذا الأثر يكون فيها هذا الشفاء الفعال نحتاج إلى أمرين مهمين الأمر الأول هو تكوين المعرفة في نفوسنا هذه الثقافة القرآنية بأبعادها بما يتصل بها هي منظومة معرفية تعتمد على القرآن وعلى كلام أهل البيت سلام الله عليهم لا يمكن تكوين الصورة كاملة إلا من خلال هذين البعدين فنحتاج إلى تكوين صورة معرفية كاملة هذا أولا ثقافة القرآن تفسير القرآن تأويل القرآن ما ورد عن أهل البيت في شأن القرآن وسائر المعارف الجهة الثانية وهي المهمة جدا هي الاعتقاد يجب أن يكون الآن يجي خلال الروايات سنقرأ أنه حتى يكون للقرآن الكريم هذا الأثر المرجو الوارد في روايات أهل البيت عليهم السلام لازم يكون هناك اعتقاد ويقين راسخ بالغيبيات الأمور الغيبية لا فقط نعتقد بالأمور الظاهرية هذه عباداتنا كلها حتى توصلنا إلى الاعتقاد بالغيب واعتقادنا بالغيب سينعكس على كل سلوكنا وكل عقائدنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين شنو أول صفة من صفاتهم الذين شنو يؤمنون بالغيب أول صفة من صفاتهم الإيمان الاعتقاد الراسخ بالغيب زين الآن قبل لا نكمل الروايات قد واحد يسأل كيف نصل إلى هذا الاعتقاد يعني الإيمان بالغيب كيف الإنسان يمكن أن يحصل بحيث يكون عنده يقين وبحيث يكون قراءة للقرآن مؤثرة في نفسه مؤثرة في غيره زين كيف يحصل هذا الاعتقاد بالغيب عندنا ثلاثة خطوات أولا أجواء المعرفة اللي هي مجموع العلم والثقافة والعبادة وكل محيط الإنسان مؤثر هذا موضوع نحن بيحدث هذه قلت لك الوقت جدا قصير صديق مؤثر التربية مؤثرة المحيط الذي يضع الإنسان فيه نفسه مؤثر في تكوين أجواء المعرفة هذه التي تؤدي إلى الاعتقاد الأمر الثاني أجواء العبادة أيضا مؤثرة زين صلاتنا نسكنا دعائنا تسبيحنا أن يكون اللسان رطب دائما بذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأذن نشغلها دائما بذكر الله وبالمفيد وما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى هذا جدا مهم في تكوين هذه الحالة من التأثر والتأثير بالغيب الجهة الثالثة وهي مهمة أيضا الحذر من الحجب هناك أعمال أعتقادات يقوم الإنسان بها يعتقد الإنسان بها قد تكون حاجب دونه يذنب الذنب كما ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام فيحرم من الصلاة ما يتوفق التوفيق له أسباب إن شاء الله نتعرض له هذا في خطبة الجمعة هذا الجمعة القادمة إن شاء الله له أسباب التوفيق له أسباب من ضمن هذه الأسباب المهمة رفع العوائق العوائق هي الذنوب إذا الإنسان ولولا يقول الإمام ولولا ما تحوم الشياطين على قلوب المؤمنين أو قلوب شيعتنا لا أبصر الملكوت الأعلى لكن هذه الحجوب بفعل الذنوب زين الآن نكمل الفضائل وخواص صورة الفاتحة كما ورد عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين وقفنا في الرواية الثانية أنها قلنا هي شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت وبينا الوجه في ذلك قلنا أن للإنسان أجلان أجل محتوم وأجل مخروم زين فممكن أن الإنسان هذا الأجل الذي يخضع للبداء يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدفعه بسورة الفاتحة بتأثير سورة الفاتحة ببركات سورة الفاتحة وروا الطبرسي رحمه الله في مكالم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الحمد سبع مرات شفاء من كل داء سبع مرات إذا تقرأ سورة الفاتحة وتتعود على هذه القضية أنا أذكر بعض العلماء من الأعلام كان يداوي أولاده وعائلته في داخل البيت بسورة الفاتحة دائما لكل مرض لكل شيء وصارت عادة بس شنو هذا الطفل ينشع على هذا ويكبر إلى أن يطلع بره من يطلع بره زين تبدي بعد المحيط يأثر عليه إما يثبت يعني يقاوم المؤثرات أو تتغير أفكاره من تتغير أفكاره مثل ما قلنا في مقدمة الكلام يتغير أعتقاده يختل هذا الموضوع لأنه التأثير مبني على المعرفة من جهة وعلى الاعتقاد من جهة في الحمد سبع مرات شفاء من كل داء فإن عوّذ بها أو عوّذ بها صاحبها مئة مرة وكان الروح شوف العوذة شيء مهم إحنا نغفل عنها إحنا في روايات أهل البيت عليهم السلام كثيرا تذكر العوذة النبي يعوّذ الحسن والحسين الحسن والحسين قد واحد يقول لي بروحهم أحراز يعني شيء يعوذ النبي فيهم لا الشياطين تحوم تحاول أن تنال النبي يعلمنا إحنا عندنا روايات الأحراز والعوذ مو رواية وروايتين روايات كثيرة هذا دليل على شنو دليل على أن الإنسان يخوض معركة مع الشياطين معركة غيبية كبيرة جداً مع الشياطين مثل ما إحنا عندنا روايات تحذر من العدو الظاهري الكافر مثلاً الناصب إلى آخره عندنا روايات تحذرنا من الشيطان ومن الشياطين وتعلمنا العوذة دائماً هنا يقول فإن عوذ بها صاحبها أو عوذ بها صاحبها مئة مرة وكان الروح قد خرج من الجسد هذه ليست تدفع الموت الآن نحن نترقى في الرواية السابقة يقول تدفع الموت الآن يقول حتى لو الروح طالع من الجسد وهذا يصير يعني في حالات طبية يقول لك صار انفصال يعني صار فترة ولو ثواني توقفت النبض مثلاً يتوقف لكن يرجع بقدرة الله سبحانه وتعالى يرجع إلى الحياة وكان الروح قد خرج من الجسد رد الله عليه الروح ترجع وفيه الرواية الرابعة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه يعني في كتاب أي كتاب وياي أنت أو مو مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا تقرأ سبعين مرة شوف هذه الأعداد فيها سر الأعداد هذه فيها سر شايف تسبيحة الزهراء تقول الله أكبر أنت بحاجة أن تسمع نفسك شايف بعضهم يقراها بسرعة يعني ما ما يحص المجال يتأمل فيها أنت بحاجة أن تسمع نفسك التكبير أربعة وثلاثين مرة بحاجة أن تسمع نفسك التحميد ثلاثة وثلاثين مرة بحاجة أن تسمع نفسك التسبيح ثلاثة وثلاثين مرة فلتسرع فيها لأن هذا العدد هذا العدد كلش بميزان دقيق جدة لا تزيد لا تنقص الآن يقول لك سبعين مرة تقرأ على ميت ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا يعني مو شيء مستغرب من تأثير سورة الفاتحة الرواية الخامسة روى الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في الأمال بإسناده عن أبي الحسن العسكري عن آبائه عن الصادق عليه السلام قال من نالته عله يعني مرض أصيب بمرض فليقرأ في جيبه الجيب يعني داخل القميص أو الدجداش الثوب مني تفتح الزرار عندنا رواية ثانية تجي أصرح فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات فإن ذهبت العلة وإلا فليقرأها يقول سبع مرات يقرأها تروح العلة إذا ما راحت فإن ذهبت العلة وإلا فليقرأها سبعين مرة وأنا الضامن له العافية يقول الإمام الصادق أنا أضمن العافية أضمن أن يشفى إذا يقرأها سبعين مرة على هذه الطريقة الرواية الرابعة فيها النقطة المهمة التي قاعد أشير لها موضوع الاعتقاد في طب الأئمة بأسناده عن أحدهم عليهم السلام قال ما قرأت الحمد سبعين مرة إلا سكن يعني يحصل إذا في داء يحصل الشفاء سبعين مرة فجربوا هنا الشاهد يقول فجربوا ولا تشكوا طبعا هذا يجربوا مرات يجربها الشاك ومرات يجربها المتيقن حتى يزداد شنو يقينا فهنا الثانية مو الأولى مو الشاك بدليل شنو يقول ولا تشكوا لأنه إذا تشك أنت ما راح تحصل هذه النتيجة فجربوا ولا تشكوا جد في بالي قصة يرونها العلماء في كتب الأخلاق في باب الاعتقادات في هذه المضامين يقولون أكو عالم شيخ يدرس مجموعة من الطلبة كان أحد الطلبة عنده لازم يعبر نهر حتى يوصل بالدرس زين يعبر نهر يأخذ لبلم أو مركب وحتى يوصل يلحق على الدرس وكان كثيرا ما يتأخر يقول ليش تتأخر يقول بعد هذا البلام أجي البلام ما أجي إلى آخره ظروف الطريق فمر هذا المعلم الشيخ الأستاذ قال لتلميذه قال أنت لو تقول بسم الله الرحمن الرحيم موقنا تمشي على الماء ما تحتاج إلى المركب ولا تحتاج إلى شيء تقول بسم الله وتمشي على الماء زين هذا يبدو هذه الكلمة أثرت فيه والتزم فيه فيوم من الأيام هذا الطالب عزم الأستاذ المعلم وعزم الزملاء الليوية عنده على غداء أو عشاء إلى آخرين فأخذهم إلى ضفة النهر المعلم الشيخ قال وين المركب وين حتى نعبر قال لم أنت علمتني بسم الله أنا من علمتني بسم الله ما قمت أمشي على النهر طبعا هذه قصة تروى الآن مدى دقتها لكن هذا في تاريخ علماء صالحين أبرار أولياء يصير هذا طبيعي زين وإذا الشيخ ما يقدر يمشي على الماء اللي هو المعلم لكن هذا الطالب اللي عند أمرين شنو هم اللي قلنا معرفة وشنو اعتقاد هذا تعلم وصار يمشي على الماء قال أنا ما أحتاج إلى المركب أو إلى البلم أنا أمشي على هذه الطريقة اللهم ارزقنا الاعتقاد والمعرفة وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار